أدنا أي من من المحل يقول طاعة ولاة الأمر الظلمة التقية هل هي طاعة الله ينقلها من كتاب العقل للمجلس الجزء الأول لا شك إن كانت تقية هنا رح تجي ظروفها تسبب التباس لعله عند البعض شوفوا إخواني ما معنى حكم التقية أصلا التقية ما معنى ارتكاب محرم بالعنوان الأولي لكنه يصبح مباحا وفي بعض الفروض في بعض الحالات واجبا بالعنوان الثانوي صار واضح؟ يعني مثلا أنت لك أن تشرب الخمر؟ ليس لك أن تشرب الخمر حرام من الكبار حرمة الخمر حرمة أولية هذا تحريم بالعنوان الأولي زين أسرت في حرب بين المسلمين والكفار أنت الآن مأسور وأنت تشرف على الهلاك وأنت تشرف على الهلاك واحد من الجند من الكفار أشفق عليك فأعطاك ماذا؟ خمرا خمرا قال لك تشرف على الهلاك راح تموت نهائي إذا ما تشرف هل يصح لك أن تتمسك بالحكم الأولي؟ أم لا بد هنا أن تعدل للحكم الثانوي وهو أنه ما من شيء حرمه الله واضطر إليه ابن آدم إلا وماذا؟ صار حلالة الضرورات تبيح المحظورات واجب عليك هنا لأنك مشرف على الهلاك واجب عليك تشرب الخمر يصبح الخمر هنا ماذا؟ حلالا بالعنوان الثانوي بل وواجبا في هذا الفرض لأن الأمر يدور بين أن تحفظ نفسك وحفظ النفس مقدم على غيره وبين أن لا ترتكب المحذور بالعنوان أو المحذور بالعنوان الأولي الشرع يقول لك لا امشي على العنوان الثانوي امشي على العنوان الثانوي يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر مسألة واضحة هكذا أكل الميتة وهكذا سائر العناوين الثانوية فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه اضطرار تهى الموضوع نفرض أن شخصا في هذا المورد في هذا المورد قال لا أنا ديني سليم ما أشرب خمر لو شنو يصير لو أموت أمات يكون هنا عاصيا لأمر الله عز وجل أم لا عاصي الله يعاقب الله ما يقول لأنت على الله عز وجل ما يبارك لا يقول لأ لا زين سويت أنت ما شربت الخمر يقول لأ لا أنا أمرتك أنا أمرتك أن تشرب الخمر بالعنوان الثانوي ما دمت مشرفا على الهلاك احفظ نفسك أنا أمرتك أن تأكل الميتة احفظ نفسك أنت لست باغ ولا عاد أنت لست باغ ولا عاد أنت لا تأكل ذلك ولا تشربه ماذا عن طيب نفس وعن رغبة بذلك أنت مضطر لحماية نفسك فواجب عليك أن تفعل فلو افترضنا أنه لم يفعل لكان عاصيا لله أما ذاك الطرف الآخر الذي فعل شرب الخمر هذا أطاع الله عز وجل هنا صار واضح حيث هو فكانت هذه الطاعة طاعة لله بالأصل نفس الشيء التقية إذا صارت واجبة التقية ما معناها اتقاء الضرر ليش نقول تقية يعني واحد يتقي الضرر الذي يتوجه إليه ضرر بليغ يقبض عليك حاكم جائر ويقول لك مثلا إما أن تطيعني وإما أن أضرب عنقك وطاعتك له في مسألة جزئية لا تدخل فسادا على الدين لا تدخل فسادا على الدين مثلا حاكم جائر يقول إلا تنتخبني مثلا على سبيل المثال إلا تمشي هذه المعاملة مثلا المعاملة الكذائية إلا تزور مثلا المحررات الرسمية مثلا أنت واقف على سرقة من سرقات الحاكم مثلا وعادة كل حكامنا يسرقون ما شاء الله واحدة من هذه السرقات أنت موظف دائرة حكومية اكتشفت هذا الأمر وإذا بالأمن يأتون لك يأخذونك يقبضون عليك يودونك إلى الحاكم ويقولون لك إما أن ترتكب التزوير في هذه المحررات الرسمية بما يغطي على جريمة السرقة من الأموال العامة من قبل الحاكم وإما تضرب عنقك مثلا أنت هنا لا هذا العمل إذا ما أنت زورته لا يدخل الفساد في الدين يعني الناس تدري أن الحاكم أصلا فاسد فاسد منتهي القضية ليس هناك اختلال ديني يقع عند الناس فإذا ما أطعت الحاكم هنا تقية كانت طاعتك هذه بالأصل لله تبارك وتعالى لأن الله في هذا المورد ماذا أباح لك بل وأوجب عليك حفظ نفسك وأن لا تعرض نفسك للهلاك بمخالفتك هذا الحاكم في هذا الظرف الاستثنائي الخاص أما إذا كان الحاكم يأتي بك ويريد منك أمرا ينال من الدين كما حاول يزيد بن معاوي لعنهم الله مع الحسين عليه الصلاة والسلام ما أراد منه دنياه أراد منه ماذا دينه أراد دينه الحسين عليه الصلاة والسلام ما قبل هنا لا يجوز لك أن تعمل بالتقية وإذا عملت بها فأنت ماذا عاص لله عز وجل أما إذا افترضنا كما قلنا أن المثال كالذي ذكرته لك مثلا لا يدخل الفساد في الدين فأنت طاعتك للحاكم هنا تقية هي في الأصل طاعة لله عز وجل لأن الضرورات تبيح المحظورات ولأن حفظ النفس أولى من حفظ سائر الأمور الأخرى لا يقدم على النفس إلا الدين فحسب وحيث أن الدين في مأمن فالنفس ماذا مقدم حفظها على غير ذلك فطاعتك في هذا المورد الاستثنائي طاعة لله فيصح هذا المعنى المذكور في بحار الأنوار وحسنتم شيخ